الوجه هاوية انتو؟ والله مبدئيا الوجهة محلية مبدئيا مبدئيا انا مكذبش علي كما قلت لكم الغربة رغم فما تاو بعض الاتصالات وكل برا ما انا جبت للتونس اكثر اولا جاوك عروض من برا؟ جاو موجودين لا لا فما فما اتصالات فما في الخليج وفما حتى من دول اخرى اخرى ما انا جبش نعطيك خاطر مفيهم قناة واحدة بش نعطيك الدولة بش نعطيك انتي بد لسامي اذا هاي التسمية مو خليوها بصوت الربي احنا فهمت اما توى مبدئيا البروريتي وقاعد نخدم على برو جي بش نكذب عليك قاعد نخدم على برو جي اول الكلام اللي خرج ولي سمعت وانا فما حاجة في كرتاج بلوس ان شاء الله ان شاء الله يرى النور قاعدنا مع السيلة سعد خذر اللي انواجه له تحية بالمناسبة اللي هو مدير قناة كرتاج بلوس اللي بش يعطينا توقيت بش نعملو فيها حسة رياضية اللي راهها احنا مختلفة عالموجود في المشهد الرياضي تولي ولي معناها نتصور في تصوريين وفي تصور مجموعة اللي معايا ومنهم شي برويسي اللي رحاييه زادة بالمناسبة كمنتج ومعدل للبرنامج هذي بش يمثل ربما ماقولوش نقلة اما بش يمثل مفاجئة ان شاء الله تكون سارة ان شاء الله تكون سارة اعطينا الامحار نايا فكرة شوية هك هاني قتلك بتشوف ربما اسماء اخرى بفي شكل جديد باي اه شكون بش يكونوا معاك مانجمش اقولك هالي يق ... ي priorit مكون معايا اسليم من المددب اللي تعرفوا انتي في اكس بريس ام بشوفو في شكل مغاير ما هوش اسليم من مددب اللي تسم Μفيكس بريس فهمت. مانجموش ناخدو حتشي يتوها لا هاني قتلك ان شاء الله اسم يزيل ان شاء الله ... ان شاء الله كان دي سي اقل من من شهر ون شاء الله نبدائه ان شاء الله ان شاء الله اخترتوه النهار بش يخدمو فيه اخترنا نهار اليوم ما.. خليه نهارتونا.. أنا قتلك عليه البر بابا ما خليه تو يجيه.. خليه مفاجأ امم.. بش تغربوا باي.. على أقل أعطيني نهار الثنين ولا لا.. بش تكونوا في المنافسة مع التاسعة ولا تونسنا لدينا عندهم نهار الثنين ولا بش تغربوا نهاري واحد اخر اهاو بش نجيوبك بطريقة أخرى حتى كي نكوننا نهار الثنين رأنا مش بنكونوا في منافسة مع حتى حد خاطر بش نلعبوا في ملعب مغير اش قولك فهل ايجي؟ بشتخد موفن.. بشتخد موفن.. ايه ينجب يكون ينجب يكون ينجب ينجب بيه.. آآ جامعيتك باديق آآ جامعيتي.. بش.. المنتخب الوطني عرفتك اللوغة ليه جامعيتي.. اي.. اي.. اي شبيها جامعيت بل تعرف جامعيتك اللي هي تراجي ريفي تونسي عليش اخترت تفصح على ال.. برشة برشة عمري ما قلت جيبلي تصريح أنا قلت فيها أنا نحب تراجي ونحب الفريق ما قلتكم في تدوينياتك ولا حاجة معروفة مكشخ معناه بطريقة مباشرة عطي لي جيبلي اي تدوينة قلت فيها أنا نحب تراجي ما عمري ما عمريش ليسقى فيك اللي انت مكشخ والله يشرفني انه ترزق فيه نحب التراجي ولا نحب الافريقي ولا النجم ولا.. ولا.. ولا سفيقس يخزرني خانت فيهمه في حاجة احنا كعلمين رياضيين من الصغرى اللي تكون اكاديميين ولا متكونش عليش يحب العلم الرياضي ولا عليش يحب تلفزة وراديو وخطري يحب الكورة ويحب بيحب الكورة معناه يحب جامعية انا بش فتك بالاحديث انت قتلت او التراجي برشا يعرضوني في الشرع قوليشنا عامل جامعية يقصد في النادي الافريقي خطر البساج متاعي في نسمة كانت تذكر معناه كنت نعلق على مباريات الافريقي وقته مع الزمالة كل هلال السوداني وفي اليناف معناه كانت ذكريات حلوة برشا زاد جمعتني مع السامير في التعليق على المباريات هذية تنسبتلي وقته لي انا محب للنادي الافريقي معناه وهذا يشرف لي زادة كيف كيف معناه في النهاية الانتماء اكيد كل واحدة عنده انتماء اما بعد عطيني حاسبني على الشاشة ايش نوع انا على الشاشة هني يقول لك ينجم يكون هذا وينجم يكون ذيك ايه يعطينا السحير لا هني يقول لك ينجم يكون واحد منهم انا انت منهم ما تفصحش على جماعيتك شنية هكا مباشرة سعيب شوية نجم انت تقول لي من خير كتاباتك من خير بعض الصور لي ايه اللي عندك ممكن ظاهر ايه اما هذي كانت تقعد ديما في مجال ضيق لي هو شخصي نتصاوي في تصورينا عالسوشال ميديا مابطوش معناه في في تلفزة ولا طلعت في في بلاتولة بسماريول معناه جميع تشوفني حتى كان نحب اه ما نعرش نحب اليوفي نموت على اليوفي اما اليوم اليوفي معناه فيها مشاكل و ومدرب ما هوش في المستويه ومجموعة صعيب انها تحق دوري ابطال اوروبا عارف لي مش نكون اول منتقدين كيما وقت الي نهرت الي تستحق بش تتشكر مش على خاطرنا نحبها ما نشكر هيش بش ما نظهرش نشكرها يعني في النهاية اه خط رفيع بين انك اه اه تحافظ على مصداقيتك وانك اه اه معناها اه ترضي اه اه كفيش يقولوها مويوليتك الرياضية انا الحمدولله مع بعض تجربة قصيرة نسبيا اه ونعتبرها محترمة الناجم نقولك اللي الناجم نوفق بين الاثنين الناجم نحط انتمائي على جنب ناحي المريول كي نبدأ نتفرج وكي ندخل للبلاتو تولي مريول